اشتركوا في القناة البخور حوالين المسبح وبعد انطلع هنا في الخرس الاولاني عمل الصليبة للمرة الاولى طورة بخور حوالين في كل اتجاهات بنسميها الصليبة لانها على شكل صليب والشمامسة بيصلوا اربع النقوس بعد ما بيخلص الشمامسة اربع النقوس الشماز بيقدم لابونا الشرية حط فيها يد بخور ويطلع يقف قدام باب الهيكل زي ما اتفقنا ان كل صلوات رفع البخور بتكون في الخرس الاولاني برة الهيكل علشان زمان مسبح البخور كان برة كدس الاكداس بيقف ابونا ويبدأ يصلي صلوات الاواشي لو تفتكروا اتفقنا ان رفع بخور عشية ورفع بخور باكر متطبقين تماما في كل حاجة معادة حاجتين حاجة الاولانية التوقيت عشية بتبقى بالليل باكر بيبقى الصبح الحاجة التانية هي الاواشي الاواشي مختلفة فهيبدأ ابونا يصلي الاواشي بحسب الطقس بتاعها كلمة اوشية دي جاية من الكلمة اليوناني افشي وافشي معناه صلاة او طلبة فالكنيسة بتصلي من اجل كل انسان محتاج للمسيح من اجل احتياجات العالم كله في مجموعة اواشي في طقس الكنيسة في صلاة رفع البخور عشية وباكر في اربع اواشي الكنيسة بتصليهم بحسب اليوم وبحسب المناسبة ببساطة الاواشية الاولى هي اوشية الراقدين امتى نصليها بنصليها في العشية على مدار السنة لانه العشية بتكون في وقت غروب الشمس وبنفتكر غروب الحياة او نهاية العمر فنفتكر الراقدين فدايما في العشية على مدار السنة نصلي اوشية الراقدين بنصليها امتا كمان بنصليها في باكر يوم السبت قداس يوم السبت ليه عشان نفتكر ان في اليوم ده كان السيد المسيح هو كمان من ضمن الراقدين يوم سبت النور فدايما باكر يوم السبت نصلي كمان اوشية الراقدين الوشية التانية هي اوشية المرضى ودي بنصليها في رفع بخور باكر كل ايام الاسبوع طبعا مع هذا السبت كل ايام الاسبوع مع هذا السبت نصلي اوشية المرضى والكنيسة بتطلب من اجل شفاء الامراض النفسية والجسدية والروحية كلها في ضمن اطار اوشية المرضى الوشية التالتة هي اوشية المسافرين ودي بنصليها في رفع البخور كل ايام الاسبوع مع هذا يوم الحد تقول لي ليه اقولك عشان كان زمان يوم الحد ده هو يوم الراحة يوم الرب ما كانش حد بيسافر فيه بيروحوا القداس ويصلوا ويبقوا يوم مخصص لربنا ربما الموضوع اختلف دلوقتي لكن تقسل الكنيسة ان احنا بنصليش اوشية المسافرين يوم الحد علشان ده يوم الرب ويوم الراحة الاوشية الرابعة والاخيرة هي اوشية الكرابين ودي بنصليها في رفع بخور باكر يوم الحد وفي ايام الاعياد السيدية الكبرى والصغرى زي ما تيجي يعني يعني جاءت في اي يوم من ايام الاسبوع نصلي اوشية الكرابين في رفع بخور باكر بالاضافة الى اوداس يوم الحد على مدار السنة يبقى ببساطة الراقدين في عشية وفي باكر السبت المرضى في باكر كل ايام الاسبوع المسافرين في باكر كل ايام الاسبوع ما عادة الحد الكرابين نصليها يوم الحد ونصليها في ايام الاعياد السيدية كبرى او صغرى في رفع بخور باكر بعد ابونا ما بينتهي من صلوات الاواشي المناسبة لليوم للطقس بتاع الاداس يدخل الهيكل ويحط يد بخور في الشرية ويلف حوالين المسبح من ناحية اليمين كالمعتاد ويخرج من الهيكل ويبخر الصليبة للمرة التانية كلمنا عن الصليبة المرة الاولى الحلقة اللي فاتت ابونا هيبخر بنفس الطريقة الصليبة للمرة التانية او دورة البخور اللي على شكل صليف في كل الاتجاهات وفي الوقت ده بيكون الشمامسة بيرتله الزوغسولوجيات وزوغسولوجية مشتقة من الكلمة الابطية زوغسا وزوغسا معناها تمجيد فالزوغسولوجيات هي عبارة عن تمجيد للستة العذرة والسمائيين والقديسين وفيه كمان زوغسولوجيات خاصة بالاعياد والمناسبات على مدار السنة في طقس الكنيسة بعد ابونا ما بيعمل الصليبة للمرة التانية يبخر قدام الانجيل منجلية الابطي وبعدين المنجلية العربي وبعدين يبخر قدام اجساد الكديسين لو وجد في الكنيسة اجساد للكديسين وبعدين يبخر للأب الباتريارك او الأب القسكوف لو حاضر القديس ويبخر قدام الاباء الكاهنة كل ده بطريقة تقصية مش عايز اجغل لبالكم بالنص اللي بيتقال او بالصلوات اللي بتتقال لكن يكفي بس اقول لكم ان الأب القسكوف بياخد ثلاث ايادي بخور والأب القمص ياخد يدين بخور والأب القس ياخد يد بخور التكست بقى يعني الاباء كان حافظينه مش عايز اجغل بلكم بالتكست بتاع الصلوات اللي بتتقال بعد كده ابونا يبدأ يعمل دورة البخور في صحن الكنيسة هو خلص دورة البخور حوالين المسبح دلوقتي هيعمل دورة البخور في صحن الكنيسة بيبدأ ابونا من ناحية الشمال من عند الرجال ينزل يلف ناحية الشمال من عند الرجال في الممر البحري بتاع الكنيسة ويبدأ يدي البخور للأيكونات اللي متعلقة على جدران الكنيسة ويقول السلام للشهيد فلان السلام لقدس فلان مع مراعاة ان مش بنبخر الا قدام الايكونات يعني الصور المدشنة بالميرون تبقى اسمها ايكونا اما لو صورة متعلقة مش مدشنة بالايكون نخليها ايه تفضل اسمها صورة فالابونا بيبخر بالبخور بالشورية للايكونات يعني الصور المدشنة بالميرون يفضل ماشي في الممر البحري وهو بيبخر في وسط الناس اللي واقفين وبيقول بيدي البركة للشعب ويقول بركة بخور عشية لو احنا في عشية او يقول بركة بخور باكر لو احنا في باكر وطبعا احنا مش هنبقى واقفين بنتفرج على ابونا احنا مفروض في الوقت ده وابونا معدي جنبنا بالبخور ان انا بطلب او بصلي طلبات خاصة بالتوبة يا رب ارحمني يا رب سامحني مفيش مانع ان انا اعترف لربنا على حاجات معينة انا بعملها بس ده ما يمنعش ان انا هروح اعترف عند ابونا طبعا ومفيش مانع طبعا ان انا اطلب كل الطلبات اللي انا محتاجها من ربنا لان كل الطلبات دي هتطلع للمسيح مع البخور اللي طالع من الشوري بعد كده ابونا وصل لاخر الكنيسة في الممار البحري يلف ويجي من الممار الوسطاني نحية المسبح مرة تانية وهو مستمر بيدي البخور للشعب اللي بيلف عليه وزمان يمكن في طاقس قديم شوية كان ابونا كمان يحط الصريب على رأس كل واحد من اللي واقفين كزيادة تأكيد لاعطاء البركة يعني للي يحضرين وكان كمان بتبقى يعني مع العدد القليل بتاع زمان كان بتبقى فرصة ان لو حد عايز يعترف اعتراف سريع او فرصة افتقاد لو ابونا عايز يقول لحد حاجة كان زمان الموضوع اروأ من كده شوي بعد كده ابونا ما وصل من الممار الاوسط لناحية الهيكل يتحول لناحية السيدات للناحية الابلية وبنفس الطريقة يدي البخور لايكونات القديسين المتعلقة ويلف بالبخور في وسط الناس اللي واقفين لحد ما يوصل مرة تانية لاخر الكنيسة وابونا في اخر الكنيسة بيصلي دورة برضو في كل الاتجاهات بنسميها الارباع الخشوعية وبنسميها كده لانه بيبقى فيها نوع من انواع الخشوع او الشكر لربنا على عمل الخلاص فتبصت لابونا وهو جاي من ناحية الابلي داخل كده على باب الكنيسة الرئيسي الغربي يقول يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد وكنوم واحد نسجد له ونمجده بعدين اول ما يخش فيه الممر الوسطاني بقى وشه للهيكل يقوم يشوف الصليب اللي محتوط فوق حامل الايكونات يقوم يصلي ويقول للمسيح هذا الذي اصعد ذاته زبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا بعدين يلف نحية الشمال نحية الرجالة اللي هي الاتجاه بتاع الرفض الشمال دايما بتاع الرفض فيقول فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجوسة بعدين يتحول ابونا يبقى وشه في باب الكنيسة الغربي وشه نحية الغرب والباب ده اشارة او رمز لباب الفردوس اللي كلنا كنا اتردنا منه بسبب الخطيئة بقى ظهرنا هو ايه اللي للشرق ظهرنا للفردوس عشان احنا اتردنا منه بسبب الخطيئة فنفتكر ان عمل المسيح الخلاصي فتح لنا الفردوس ده مرة تانية فابونا يصلي ويقول فتح باب الفردوس ورد ادم الى رئاسته مرة اخرى وبعدين يتحول ابونا نحية الابلي نحية السيدات ويقول من قبل صليبه وقيمته المقدسة رد الانسان مرة اخرى الى الفردوس عشان كده بنسميها الاربع الخشوعية فيها نوع من الشكر والاعتراف بالجميل بعمل الخلاص اللي قدمهن المسيح ودخلنا مرة تانية الفردوس اللي كنا اتردنا منه وبعدين بيكمل ابونا دورة البخور او بيكمل مسيرته في الممر الوسطاني لحد ما يوصل مرة تانية لحد الهيكل ويحط او يسلم الشرية للشماس بس قبل كده بيحط يد بخور ويلف حوالين المسبح مرة تانية ويصلي صلاة سرية اسمها سر الرجعة انا رجعت خلاص من وسط الشعب رجعت من صحن الكنيسة فبصلي صلاة سرية اسمها سر الرجعة بيقول فيها ايه ابونا يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللصة على الصليب اقبل اليك اعتراف شعبك واخفل لهم جميع خطياهم من اجل اسمك الكدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيانا عشان كده بقولكم ان ابونا هو بيلف حواليك بيق البخور في صحن الكنيسة اعترف وصلي وتوب وقدم لربنا التلبات اللي انت عايزها لان ابونا خد كل التلبات دي ورجع بيها حطها قدام المسيح في صلاة سر الرجعة او صلاة اعتراف الشعب وبعدين بعد ابونا ما بيعمل الدورة دي ويصلي صل الرجعة حوالين المسبح يخرج من الهيكل ويعمل الصليبة للمرة التالتة يعمل صلاة دورة على شكل صليب لتالت مرة بنفس الطريقة وبنفس الطريقة يدي البخور للانجيل والاكساد لو موجودة والاب البطرك او الاب القسكف لو موجود والاباء الكهنة لو فيه كهنة شركة معاه في الكنيسة ويسلم الشرية للشماس ويفضل منتظر لحد الشمامسة ما يخلصوا الزوكسولوجيات بعد نهاية الزوكسولوجيات بنصلي قانون الايمان بصوت جهوري وبعدين يصلي ابونا صلاة افنو تنينان او ارحمنا يا الله بيمسك الصليب وعليه ثلاث شماعات اشارة على ان المسيح اللي مصلوب على الصليب جاء نورا للعالم زي السيد المسيح ما قال لنا وبشرنا ان هو النور الحقيقي والنور الوحيد اللي بينير لكل انسان قاتي الى العالم ابونا بيمسك الصليب وعليه الشمعات ويبقى باصص نحية الشرق واقف برضو كالعادة قدام باب الهيكل في الخرص الاولاني وباصص نحية الشرق وبدون رشم يقول اللهم ارحمنا كرر لنا رحمة وبعدين يرشم يقول تراقف علينا وبعدين يلف نحية الرجالة الناحية البحرية ويقول واسمعنا يرشم ويقول واسمعنا وبعدين يلف نحية الشعب نحية الغرب في صحن الكنيسة ويقول باركنا واحفظنا يلف ثاني واعنا يلف ثالث يبقى وشه للشرق مرة ثالثة وبعدين يكمل ويقول وارفع غضبك عنا وافتقدنا ايه بخلاصك واخفل لنا خطيانا يبقى برضو بدأ بالشرق وانتهى بالشرق بدأ بالمسيح وانتهى بالمسيح دي الطريقة المعتادة والمنتشرة في كنايس كتير في صلاة افنوتي ناينان عايز اقول لكم ان في طريقة تانية موجودة في خلاجي ابونا عبد المسيح المسعودي البراموسي وطريقة مخصوص كده لدير البراموس واللي خد الاربعين يوم في دير البراموس زي حالاتي كده استلم الطريقة التانية انه مكتوب كده في الخلاجي يميل الكاهن ناحية اليمين ما بيلفش بقى حوالين نفسه في صلاة افنوتي ناينان لكن مجرد انه يميل ويرشم الرشمات كلها ويرجع مرة تانية لكن ايا كان الطريقة سواء يميل لناحية اليمين او الطريقة المنتشر اللي احنا كلنا بنشوفها عكس عقارب الساعة فالتنين مقبولين والتنين مزبوطين من ناحية الطقس بعد ابونا ما بيخلص صلاة افنوتي ناينان لو احنا في صوم يونان او في الصوم الكبير بنلاحظ ان فيه تغيير في الوقت ده ابونا يقوم قافل الستر ونور الكنيسة يطفي علشان ينقلنا ان احنا لسه قبل الصليب الدنيا مضلمة يعني ظلمة الخطيئة والستر مقفول يعني الفردوس او السماء مقفولين ونبدأ نصلي النبوات النبوات اللي هي بتتكلم عن قدوم او تجسد المسيح او المسيح واللي هيعمل عمل الصليب وبعدين بعد النبوات ابونا يصلي طلبة الصوم اللي هي بتتقال في الصوم الكبير او صوم انينوى وبتكون الطلبة دي بالميطانيات كلينومين تاغوناتا الى اخره وبتتكرر اربع مرات على مدار الطلبة يبقى احنا كده عملنا اتناشر ميطانية تلاتة فاربعة يبقى عملنا اتناشر ميطانية في الطلبة دي وانتوا عارفين ان اتناشر رقم كامل يعني في الكتاب المقدس بعد ما خلصنا طلبة الصوم ابونا بيفتح الستر مرة تانية وننور النور مرة تانية ويبدأ ابونا يصلي اوشية الانجيل ودي اوشية خاصة او صلاة خاصة حطتها الكنيسة قبل ما نقرأ الانجيل كنوع من انواع التوقير والاحترام للانجيل وطلب ان احنا ناخد الفهم وناخد الاستنارة من هذا الانجيل اللي هيتقرأ وبعدين الشماس يبدأ يصلي الانجيل وفي الاسناء دي كاختصار للوقت او بعد الاداس الانجيل ما يخلص ابونا بيصلي خمس اواشي بنسميها الاواشي الصغار وصغار لانهم النص بتاعهم صغير خمس اواشي صحيح لكن ما بياخدوش وقت لان النص بتاعهم الصغير او شية السلامة والاباء والموضع والاهوية والاجتماعات كل ده وهو واقف برضه قدام باب الهيكل كالعادة ان صلوات رفع البخور كلها بتكون برة الهيكل بعد ابونا بيخلص الاواشي الصغار بيصلي ابانا الذي ويبدأ يصلي تحاليل تلات تحاليل سرية اتنين منهم وابونا واقف على المسبح ووشه للشرق والتالت هو التحليل الجهران ابونا بيقوله وشه للغرب للناس في صحن الكنيسة وهو ده اللي احنا بنسمعه وعارفينه وهو ده على فكرة نفس التحليل اللي ابونا بيصليه على رأس المعترف لما يكون بيمارس سر التوبة والاعتراف في الوقت ده في وقت التحليل التالت بيكون واقف او راكع اكبر ردبة بعد الكاهن في الكنيسة وهو ماسك البشارة ورفحها ومنتظر ابونا بيصلي صلاة الحل بعد ابونا ما بيخلص صلاة التحليل يديله البشارة والكل يقبل البشارة والصليب كنوع من انواع اخذ البركة من الكلمة الربنا او البشاير او العهد الجديد اللي موجود جوه هذه البشارة زي ما شرحنا وفي الاخر الشمامسة بيصالوا الصلاة الختمية برضو بحسب توقيت السنة بيبقى فيها تغيرات بسيطة بحسب توقيت السنة وفي اخرها ابونا يقول البركة ويصرف الشعب وطبعا مش بيبقى لائق ان حد يمشي من الكنيسة بعد بعد الجزء ده قبل ما يسمع البركة وقبل ما يسمع الازن بنصرافه من الكنيسة من ابونا وإلا هيفقد البركة وده حتى كان معمول به في العهد القديم في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان ويمكن لو خدتوا بالكم في قصة بشارة الملاك غابريال لزكريا الكاهن بميلاد يحنى المعمدان الناس كانوا منتظرين برا يعني الملاك بيكلم زكريا وتأخر جوه الناس لسه منتظرين برا منتظرين ان زكريا الكاهن يطلع ويديهم البركة ويديهم الازن بالانصراف فطبعا شيء كويس ان احنا ننتظر في الكنيسة لحد البركة وحد الازن بالانصراف بعد كده الناس مشت لو بيبقى فيه فرصة لأبونا بيسلم عن ناس كلها خلصت عشية فالناس بتمشي أما في باكر بقى بنكمل بقية أجزاء الأداس وده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه بنعمة ربنا في الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة